موسيقى مرحبا بكاتو وصفتنا لهذا اليوم نوع من المقابلات طبعا هذه الوصفة جدا طيبة وسهلة وانصحكم بتجربتها بس اعني شوية اضافة بعض الاضافات من عندي مكونات هاي الوصفة عندي اول شيء يعني الشيء الرئيسي بها هو الحمص هنا عندي حمص مسلوق تقريبا ما اخذه علبة واحدة من الجاهز وخسلته طبعا بعدما ذبيت المادة الحافظة به خسلته وخليته في هذا الشكل اخذ هنا قليل من الخاس وهي طبعا اضافة الخاس هاي من عندي هنا عندي عصر ليمونة وحدة وقليل من الزيتون الأسود قطعته بشكل دوائر هنا قليل من المعدنوس قليل من الملح حسب الرغبة وملأقة كبيرة من النعناع اليابس وهنا الاضافة اللي من عندي لضيفتها ايضا هنا هاي دبس الفليفلة طبعا تكون شوية حارة لكن تنطي نكحة كل شي طيبة زي نعني هنا انا اخذ خيارتين مقطعتين خيارتين متوسطات ومقطعتين بشكل ناعم هنا انا اخذ بصل بصلتين متوسطة او حسب الحاجة التي تريدوها انتو حسب رغبتكم انا اخذ هذا البصل نسويته على شكل جوانح وضيفة الى سماق طبعا هاي الوصفة هي السماق يعني كل شي ضروري الاضافة لها هنا عندي طماطين ثرمتهن بشكل ناعم وخل عندي بس حبيت اشوفكم العلبة هاي علبة دبس الفليفلة اذا متوفرعتكم واذا متوفرعت يعني مو اشكال لكن هي يعني شي ينطيها طعام كلش طيب اذا متوفرعتكم ممكن اضافة الكتشب الهم هسه طبعا هي هالمواد ما بها شي كلها راح اخلطها اني يعني سابقا جهزتها حتى يكون اندي الفيديو بشكل اقصر راح اخذ الخياط بشكل اعلم اللي يمكن ان اضافته موسيقى الموسيقى اشتركوا في القناة اضع في المكنات كلها وخلاليها طبعا هذا الملح انا ما راح اضيفه هسا من اخليها يعني ويا الوجبة يعني اللي اقدمها راح اضيفه بالاخير مو هسا حتى ميذب للطماطا والخضرات طبعا هاي الزيت الزيتون نضيفه هفل بشي قليل يعني ومهوريه تقليلا ملعقتين كبير وزيت الزيتون اضافة الكمون كبير طبعا نسيت اذكرها بالوصفة اضيفه ملعقتين صغيرة من الكمون ملعقتين صغيرة يعني من اضيفه 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 ملعقتين صغيرة اشتركوا في القناة بنهاية الحلقة هذه اتمنى ان تنور رضاكم وعجابكم وارجو ان ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك مع الاصدقاء فضلا وليس امرا بنهاية الحلقة سودعكم الله امان الله